من السعودي من السعودي ممكن تقرب المايك لو سمحت او ترفع صوتك طيب طيب انا فكرت اني الشيع بس انا عندي اسئلة فكرت الشيع يعني اكتشفت عائشة منافقة زنديقة كافرة حرق قلب حرق دار الزهراء واش كمرا؟ الآن قبل الحرق الزهر اكتشفت عائشة منافقة زنديقة لعنة الله عليها؟ ايه يعني خصوصا في رواية عائشة الجنسي وعمر وكتاب الله وسنتي بل حديث ضعيف جيد طيب ايه حديث ضعيف بس انا عندي اسئلة اذا عندك اعلان تشيع ناخذه اذا عندك اسئلة غير موضوع انه تكون في البرنامج المفتوح لا هو نفسه هو بس هذا الاسئلة يعني مو اسئلة لدرجة طيب تفضل طيب تفضل تفضل بكل صراحة ايه وضلع الحديث صحيح اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي ايه ما ان تمسكتم فيه ما لن تظلوا بعدي ابدا كتاب الله وعترتي اهل بيت تعرف شنو معناه؟ اللي فهمتو انه العترة هذا عثمارة في النسبة فهمتو انه يقول هذي نفسه سنة ضعيف نفس الشي لا بس انا احبت فهم منك ايه انا اقولك معناها اهل البيت القرآن والقرآن اهل البيت ما هذا معناه؟ معناه يعني ما كيف سهل البيت قل لي كيف قل لي كيف كيف اسمع الرد اسمع الرد اسمع الرد القرآن معصوم صراحة يعني ادري ما اصدو معرف اسمع القرآن معصوم ام غير معصوم قرآن؟ اي قرآن ممعصوم ما معصوم اي اسمعني صوتك يقطع اقول لك ممعصوم ممعصوم كتاب الله كتاب الله ممعصوم شلون ممعصوم؟ يعني الله يخطئ ولا شنو؟ الله ما يخطئ حقيق لا نتكلم عن كتاب الله كتاب الله باللي بيه كلامه القرآن كلام؟ كلام الله ولا كلام المفسرين يعني؟ لا مو المفسرين لا لا مو المفسرين القرآن كلام الله كلام الله معصوم ولا ما معصوم؟ ما معصوم؟ ما معصوم؟ اي شبخة الله مو المفسرين هو عادل الله عز وجل ما معصوم؟ ما جد؟ ما معصوم يعني كلام الله معصوم لا يقع فيه شيء احمد؟ نعم ايقرن بالمعصوم غير المعصوم؟ لو سمحت معلاش أي يقرن أنت تعرف شنو كلمة معصوم معصوم يعني الشيء 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 اللي سوى فيه إثن مثلا أو الشيء الخطأ وقع فيه الخطأ لا لا المعصوم هو المعصوم مثل حينما نقول النبي معصوم أي أنه لا يرتكب أي فحش أي خطأ أي سهو أين أي شيء لا يقع عليه معصوم عنده عصمة عصمة عنده عصمة من كل أخطاء وفحش عصمة عنده يسمى عصمة معصوم عن الأخطاء والفواحش بجميعها كلها بدون استثناء عرفت اسم عصمة زي كذلك إي إي اللي قال معصوم النبي معصوم معصوم يعني 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 هو اللي فهم هو شيء ونتسوي ذنب وده ها فلذلك كنت متك ما تعرف التجاوب على موضوع القرآن ما كنت تعرف معنى المعصوم هم 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 لا لأ أنا فهمت ما فهمت ما معنى العصمة نعم نعم فهمت بس أنا يعني أي لي ما عندكم لأن هذا المفهوم ما عندكم وأنتم عندكم النبي واحد يش إنسان عادي ومجدت النبوة وما يدرع عنه وظل يخربط ويحجر ويمتحر هذا المصيبة أي أي لا حقك ما تعرف يعني كله عن عمر وابو بكر ما يعمل إش سمعت عن علي وعن حسن والحسين حقك أي حقك وخصوصا لما سمعت حرب الجمل بحثت عنها دي كده أنا ما عشتش معنى حرب الجمل على بال إنها عاش أمو المؤمنين ورضي الله عنها ومدري أنا خدمت يوم قالوا لي أنا زمان يعني ما علاش يا شيخ أعذرني كنت أستاذي على شيء يعني تقول يعني أنا أعتذر يعني أي أسمعني شيء أي أي أسمعك أسمعك أنا كنت أغلق على الشيعة وكنت أقول لهم عبد الحسين ومدريات يعني هم غرروا في ذي الفكر إذا يعبدون الحسين أي أي يعبدون الحسين ولطميات ومدريات ويعني حتى الزواجة متعة طلع مو حرام أي أصدمت يلتها الزواجة متعة من حرام يقول إيه في واحدة يعني ممكن تفكرني إيش اسمها يا شيخ أسمع 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 بيت أبوكر نعم أي أول متمتع أي بعد كده قالوا النبي حرامة قلت شون حرامة طيب من حرامة؟ قالوا هذا عمر قالوا هو عمر حرامة أمار حرام سمعني شيخ؟ أي أي للراد يتمتعون بي خطي أي وهم يعني هنم بما قال شي جاء عمر واتدخل وتلقف وقال هذا الشيء ما يجوز طيب و لما كده بحثت كده على أمال إنه هذي حديث ضعيف وطلع صحيح يعني وطلع كتاب الله وسنوتي هذا ضعيف وخصوصا عن عمر من تفنمته فعدلت ضعيف كما نعم هذا وأنا اصدقمت يعني شيء غريب كده طلعي وبعدها إيش باقي يعني آخر حلاص جنان تبع حتى إنه المتيمة كتب إنه الله إنه مثل الشاب الأمراء ولمدري أي أي نعم الشيء صحيح أي نعم صحيح مثل الشيء اللي أنت ما مختنع بيه؟ أنا على بالي إنه هذا كلام من عندكم طلع من عندنا أنا أنا صدمت الله أنا كل يوم الثاني أصدم أصدم يعني هما لا علموه هما كل خطبهم آآة أتبع الصحابة وكلهم عدو كلهم عدو شو صحابه يكتب صحابه يدخل الجنة أنا مستوعب أنا مستوعب أنا أنا بس أردى أوضح لك أردى أوضح لك بس موضوع كتاب الله وعترتي شو كلام الله معصوم لا يقع فيه شيء جيد؟ نعم فحينما يقرن به أحد لابد أن يكون معصوم لأن دون المعصوم لا يقرن بالمعصوم دون المعصوم لا يقرن بالمعصوم لأنه مو بمستوى مو بمستوى فكلام الله المعصوم قرانه النبي بمن؟ بأهل بيته فأهل بيت النبي معصومين مثل كلام الله معصومين أهل البيت هم كلام الله ولذلك عندنا الرواية قرآن أنا قلت هذه الكلمة من الزمان الرواية عندنا قرآن تفضل كم بس أهل البيت هل كلهم يعني يطيعون أزواجه وذريته والمين بالضبط أنا بس أبهم أبا أبهم نحب الكساء بي أنت ما تعرف أهل البيت ما سامع عنه مشوني لهالدرجة إلا أنا مو أكثر شي سمعت على الصحابة عن المعارك على البيت ومدريه يقولون كله عمر وفتحها فتح فارس فتح بلاد الزرس من هو أهل البيت أخي من هو تعرف من أهل البيت أخي حسن والحسين وفاطمة طيب فاطمة منا صح فاطمة الزهراء أي نعم وعلي علي الصحابة الجليل نعم وخديجة طيب والله أنا قليل فهم عندهم صراحة طيب خديجة ليست أهل البيت محصورين فقط محمد وآل محمد فقط اللي هم قال محمد فاطمة علي فاطمة الحسن الحسين والذرية المعصومين الأئمة من ولد الحسين فقط إثنى عشر إمامة ولد الحسين إيش معنطه يعني يعني هؤلاء الذين سامع بحديث إني تارك فيكم إثنى عشر خليفة طيب والله من زوان سمعها بس مو مروا سمعها يعني تعارف وبعد إي نعم سامعة سامعة إنت لابد سامعة لأن موجود في صحيح البخار ومسلم إي صح صح نسيم إي موجود في صحيح البخار بس مين هم بالضد الثورة الثناعش المعصومين الذولة أئمة يعني شلون الحسن والحسين خلفاء هؤلاء خلفاء خلفاء الله في أرضي ما تعرف اسمها بصراحة ما تعرف اسمها ولد لهم عفوا يعني هم أولاد الأمم العصومين الذول أولاد الحسن والأمير أولاد الحسين الاختيار هو مو اختيار عشائري الاختيار هو اختيار إلهي يعني التحديد هو من الله مو من العشائر والقبائل ولو نختار ولد الحسن ولو ولد الحسين ماكوش كلام الاختيار هو اختيار إلهي أم إثنى عشر والإمام الثاني عشر هو الإمام المهدي المنتظر إذا سامع بالمهدي المنتظر أكثر شيء أسمع هو المهدي هم دائما المهدي كب المهدي مو كب المهدي السند غير هم يعني هنا أكثر شيء يعني أقولهم عطوني عطوني شيء منه ما يعلمه انت ما أخذ أنت ما أخذ قرار أنت ما أخذ قرار تشيع ولا ما زلت في طور البحث ما الله لا أخذ أنا نشاه جاهز ما إذا ما في رد ما في إذا هذه الحديث صحيح حتى العد أكيد ما تشيع وهذه الحديث ضعيفة يعني إيش فيه أكثر من كذا شنو كان موقفك من عائشة حديثا رجل نزل بعائشة يعني قام بعائشة شو يقولون الضيف يعني جاء بعدين لما قملت الحديث غسل بثوبة يارب بيش اسمه اي فأصبح يغسل ثوبة فقال تفرق اي فضع على شاشيطان برة يعني ما يمكن أرفع صدق زيادة اي اي اعرف على راحتك اي طيب شنو انت هذا شبيه هذا الحديث ما بيشي راح يتعلم ضيف هم يقول تعلم بس انا في نفس الوقت استغرب نزل يعني نزل بعائشة قام بعائشة يعني ايش نزل ايش معنى نزل قام يعني بحاول شنو غير انا ما بي متأصل انا فهمت انه قام بس قام بعائشة قام يعني تقصد نزل بيتها لا قام بيها يعني هو قام بيها يعني هذا الفهمت وانا حاول انه اقول نزل بيتها نزل بيتها اصباح مجنب بيتها فانت مو عارف شنو كان هذا الرجل شلون اتصرف بها الطريقة وشلون هي تتكلم وياه زين بس هذه الرواية اللي فتت نظرك ولا في رواية ثانية غلام غلام لايفع غلام لايفع تحياتنا الي قل قل تحياتنا الي ما يصير غلام لايفع زين سيدك يا شيخ زين الغلام لايفع شمي الغلام لايفع انه عاش اربعة زين في واحد جات سيدة ام سلمة لا يدخل اي قال ان لا يدخل علي ما لا احب يدخل عليك ما لا احب اي نعم صح ما لا احب نعم واتها اخوات اي اللي كانت تأمر بنات اخوانها واخواتها ان يرضعنا من احبة عائشة ان يراها ويدخل عليها اي كمان حرب الجمل هذا ايش بيه رضاع الكبير انت ما بس شوي قرب للمايك خلنا اسمع منك قرب للمايك ايش بيها مع رضاع اي خال الله يساعد اي خال اي خال اول تروح في مكان ما بي ناس انا احب اسمع من عندك احب اسمع من عندك اذا امكن طي هو خير طيب براحتك انت تتكلم الظلام لايفة ليش ما اختنعت بي يعني يقولون هي ترضع حتى يدخل عليها دخل عليها عفوا يعني عد صوتك بعيد جدا بعيد صوتك بعيد جدا بعيد اذا اعتصنا اذا عبر الصغير وكانوا يدرسونا فيها في المدارس اخوة طبعا العادة ما تدري عني اصلا انا حاول فاهمهم كذا يقولون اذا الكلام ما يصير انا نتعلم من المدرسة مدرسة تياش مدرسة هي تكتب عليك كيفا اي والله فعلا اي والله فعلا تكتب عليك كيفا يعني هم التعليم يحطون اي شيء اي نعم اسمه اسمه اسلام الحكومة فعلا اسلام الدولة نعم هاده هي الدولة شنو تختار هي تحقق اي فعلا اي والله معروف هذا الشيء يقول لهذا اسلام الناس على دين ملوكهم فالملك اصراحة والله ما يهم ما يهمنيش بسر لي بس انا ادور عن الحق صراحة لا الله يحفظك ان شاء الله لا ما اريد تتعرض الى شيء الله يحفظك جاهز ان شاء الله تعليم تشيوعك قبل ان شاء الله فيك تفضل خليز 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 على قولك تفضل اللي هو عن اه قبل باس العمر كذب تعرف اسمه يا شيخ منو 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 قلت عميث زين اه قالت العمر كذبت والله في حديث ناسي انا يعني انا فهم في الدين قليل مرة طيب مش بيه الحديث يعني ايه ايه كذبت عمر في واحد اسمه سيف في اليوتيوب طيب طيب هو سنة قال اه كذبت يعني اخطأت اخطأت طيب ايه يعني هو راح سند راح سي سند والله اه وانا فار لانسا كثير بس في سند راح له قال معنات لغة الحجاز اخطأت لغة الحجاز ايه كذب ايه كذب لا هي قالت له كذبت كذب ايه لان قبل يقولون قبل جايك استعملون كلمة اخطأت واصبت ايه معروف هذا شيء يعني هو ترقيع ترقيع على قلوبة ايه ترقيع انت بعد تدر انت يعني ترقيع دينهم انت شفت الاشياء كثيرة بترقيع ايه ترقيع كثيرا ايه ترقيع كثيرا والله ما عليك يا سيد والله اللي هو عن طالب العد والله تمام لو انا مثلا ابنشر شيء الدينة الشيء هل بس يكفيك علوم الدينية بس زي قرآن وزي اه الاحديث ولا لازم اتعلم رياضيات وفيزياء عشان مثلا ناظر ملحدين ولا يعني ناظر ضد اعداء الاسلام هذا بعد يكون هذا يكون حسب حسب تخصصك انت المجال اللي راح تختص به او تكون شامل يعني لجميع الاديان اه ذاك الوقت يعني راح تعرف انت شنو تحتاج ان كان في مواضع دينية مع المخالفين او مواضع عقلية مع الملحدين يخدم يعني ان هذا الحي عندي يخدم بصراحة الله يوفقك انت ان شاء الله تتابع قناتنا ورح تتعلم اشياء كثيرة تستفاد منها ان شاء الله ان شاء الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله وحده لا شريك له ان شاء الله منزه عن العبث والفساد خالق كل شيء وليس كمثله شيء اشهد ان محمدا صلى الله عليه وآله وسلم صوتك صار بعيد أي شيء أي أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين وأفضل العالمين معصوم من قبل رب العالمين معصوم من قبل رب العالمين عن كل رجس وشيء عن كل رجس وشيء أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله صوتك بعيد أنا سمعتك بس الناس ما سمعت أشهد أن أشهد أن علي أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله وخير خلق الله بعد محمد وخير خلق الله بعد محمد وأحق خلق الله وأحق خلق الله بمقام محمد بعده بمقام محمد بعده أشهد أن فاطمة الزهراء تقيقة أشهد على رحب أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناؤها المعصومين حجج الله صوتك بعيد وأبناؤها المعصومين حجج الله أبرأ إلى الله أبرأ إلى الله من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعائشة وحفصة وعائشة وحفصة وهند وأم الحكم لعنة الله عليهم الحمد لله هنيئا لك لعنة الله عليك فرفع الله مقامك فرفع الله لك ورفع الله مقامك مع محمد والمحمد صلى الله عليه زادك الله علما وإيمانا إن شاء الله